الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أين نصل العيد في ظل هذه الابتلاءات وموضوع الكورونا الحاصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين وأن يشفي جميع المسلمين إنه على كل شيء قدير الجواب إذا استمر الحظر ومنع الصلوات في المساجد أو منعت صلاة العيد في أماكنها إذا منعت فالجواب إنه يجوز لأي إنسان يصل في بيته صلاة العيد كما أفتى بذلك جمع كبير جدا من العلماء سلفا وعلماء المعاصرين أيضا فتصلي في البيت صلاة العيد بكيفية صلاة العيد ذاتة لكن بدون خطبة للعيد ودي الفتوى الصحيحة والله أعلم حنسكر الأدلة بعض شوية على هذا الكلام فالجواب يجوز صل العيد في البيت ركعتين والركعة الأولى سبعة تكبيرات بتكبيرة الإحرام والركعة الثانية ستة تكبيرات بتكبيرة القيام زي ما بيصلي صلاة العيد كنت مع الإمام في مصلى العيد لكن بس ما بيكون فيها خطبة العيد ويجوز الإنسان يجمع أهل بيته ويصلي بيهم ويزهو براه في البيت يجوز براه يصليها بالكيفية التي ذكرناها طيب ودي فتوى العلماء هي فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وهي فتوى سماحة الشيخ الوالد الفوزان حفظه الله تعالى حفظ الله الجميع وهي أيضا فتوى اللجنة الدائمة أو أخذت من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء في زمن الشيخ بنباز رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى بعدها نذكر فتاوى العلماء والأدلة على ذلك أولا ده فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء المجلد رغم تمانية مجلد تمانية الصفحة 305-306 سؤال إنه في ناس جوا لمصلى العيد ولقوا الإمام انتهى من مصلى العيد وخشى بالخطبة فقاموا عملوا جماعة بعد ذاك صلوها وحصل إشكال فسألوا من تصرفهم ده لقضاهم لصلاة العيد لما الإمام فاتهم وصلى وانتهى فالجواب وده أخذ منه برضو المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله أعلى الشيخ أخذ برضو من استشهد بجزء من الفتوى دي نفسها في فتوى في جواز صلاة العيد في جائحة كورونا في البيوت الجواب صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفي الصورة المسؤولة عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا الذين خطب به الإمام ومن فاتته وحب قضاءها استحب له ذلك يعني البيتفوت صلاة العيد ودار قضيها مستحب له يقضيها ذا فاتة صلاة العيد مع الإمام فقال فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها يعني صلى ركعتين بالتكبيرات بتاعتها من دون شنو خطبة وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيره من أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيره من أهل العلم والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني ذا الدليل إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فمن هنا العلم وقالوا إذا فاتتك صلاة العيد مع الإمام ممكن تقضيها براك أو بجماعة البيت أو كده فقالوا إذا كان في حق الزول الفاتت صلاة العيد مع الإمام إذا صلىها لقاءه وانتهى الإمام سبغه فأولى في ظل الجاية حديثة منعت الصلوات إقامة لهذه شريعة الشعيرة وستدل أيضا المفتي العام حفظه الله تعالى بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فطالما ما استطعنا نصليها في جماعة إذا منعت على فرض أنها منعت تصلي ما استطعت تصليها في البيت واستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم قال وما روي عن أنس رضي الله عنه وده صحيح لأن نقل البخاري أيضا في صحيح تعليقا وحنسكر بعض الشيء من صحيح البخاري وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عدبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما يعني التكبرات في الركعتين بتاع صلاة العيد اللي هي سبعة تكبرات في الركعة الأولى مع الإحرام وستة تكبرات في الركعة الثانية مع تكبيرة القيام فأنس بن مالك كان يفعل ذلك ويصليها في الزاوية والزاوية منطقة كان أنس بن مالك عنده فيها قصر وعنده فيها مكان كان كثير ما يجلس فيه فإذا فاتت صلاة العيد كان بيجمع أهله يصلي بهه مولاه عبد الله بن أبي عتبة يصلي بههم صلاة العيد لكن من دون خطبة بس ركعتين بالتكبرات بتاعتها دي فتاوى اللجنة دائما للبحوث العلمي والإفتاء أما في فتح الباري شرح صحيح البخاري فيه المتن فيه الفتح الشرح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وده باب رغم خمسة وعشرين وتحت الحديث تسعمية سبعة وتمانين تسعمية تمانية وتمانين باب رغم خمسة وعشرين من كتاب العيدين قال البخاري باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين إذا الإنسان فاته العيد يصلي شنو ركعتين بيتك بيراتهم زي ما حينقوا بعد شوية قال البخاري وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى برضو إذا فاته العيد يصلوا في بيوتهم النسوان وفي القرى قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام طيب وين الدليء الأشاهد من الحديثة هذا عيدنا أهل الإسلام قال بعض العلماء موضع الشاهد من هذا الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا عيدنا أهل الإسلام يعني جعل العيد لكل أهل الإسلام فرادا وجماعات جعل العيد لكل أهل الإسلام فرادا وجماعات فإذا كانوا جماعة صلوا صلاة العيد لأنه لهم عيد وإذا كان فرد ما أدرك جماعة الصلاة في العيد صلى صلاة العيد لأنه هو فرد لكن من أهل الإسلام نعم طيب قال قال الإمام البخاري وأمر أنس بن مالك مولاهم وده الأسر جابونا ساللجنة دائمة وهو في صحيح البخاري هنا بالتعليق الجازم يعني صحيح وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ودي منطية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم اللي هو التكبير الفي الصلاة صلاة العيد الفي الركعتين وقال عطاء رحمه الله إذا فاته العيد صلى ركعتين قال ابن حجر الحافظ باب إذا فاته العيد أي مع الإمام والعلماء قاسوا على كلام ده إذا قالوا إذا كان فاتك مع الإمام موكت استحب لك تقضي صلاة العيد وصليها ركعتين وبتكبيرات لكن من دون خطبة فمن باب أولى في ظل هذه الجائحة جائحة كورونا طيب قال الحافظ باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين قال في هذه الترجمة حكما مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار شفت كيف وكونها تقضى ركعتين كأصلها ونقل الحافظ قال وأجاب ابن المنير إلى أن قال من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام عيد قال فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفز يعني الفرد والجماعة والنساء والرجال وقال الحافظ قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقع عظيم بين الحجاج وابن الأشعث وهذا أثر وصل ابن أبي شيبة عن ابن علي عن يونس عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنس كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله ابن أبي عتب مولاه ركعتين وروى البيهق من طريقي قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد يعني الركعتين الفيها تكبرات مثل صلاة الإمام في العيد ركعتين بتكبرات قال وقوله ويكبر قال وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها يعني الركعتين فيها شنو فيها التكبرات الفي صفة ركعتين صلاة العيد وهذا هو الجواب الصحيح والله تعالى أعلم وأحكم في مسألة أخيرة بيسأل منا ناس كثير وأنه مجرد ناقل بوق الكلام العلماء رحم الله من مات حفظ الله من بقي إنه زادر طلع زكاة الفطر هو في بلد ما فيها مساكين ممكن الرسل لبلد الأصلية فيها مساكين أو لبلد أخرى فيها مساكين الشيخ العلام بن عسيمين رحمه الله تعالى قال الأصل أنك تطلع في البلد الذي أنت فيها أما إذا ما كان في مساكين في البلد الذي أنت فيها ممكن تنقل إلى بلد آخر فيها مساكين وإذا نقلت إلى بلد آخر فيها مساكين بتكون بقيمة البلد التي تطلع فيه زكاة الفطر يعني إذا كان الدقيق هناك الكيلو بسعر في البلد اللي انت فيها والما فيها مساكين وكان الدقيق في البلد در تنقل فيها البلد التانية در تنقل فيها زكاة الفطر لأنه فيها مساكين كان الكيلو بتاع الدقيق يختلف من تلك البلاد فيكون بقيمة البلد الفيها المساكين دار تطلع فيها هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم